تستعد بريطانيا لحضور نحو 500 شخصية عالمية من ملوك ورؤساء ومسؤولين كبار أجانب إلى جنازة الملكة إليزابيث الثانية الرسمية وبذلك ستشهد الجنازة أكبر التجمعات لأفراد عائلات ملكية ورؤساء وسياسيين تستضيفهم بريطانيا لأول مرة منذ عقود من المتوقع حضور أفراد من العائلات الملكية من جميع أنحاء أوروبا وكثير منهم من أقارب الملكة بالدم من أبرز العائلات الملكة التي ستحضر الجنازة ملك بلجيكا فليب والملكة ماتيلد وكذلك أيضا ملك هولندا ويليام أليكساندر وزوجته الملكة ماكسيما وقبلت دعوة أيضا الملك فليبي والملكة ليتسيا ملكة إسبانيا وأكدت قبول الدعوة للعائلات الملكية في النرويج والسويد والدنمارك الملكة الراحلة شهدت في عهدها توالي 14 رئيسا أمريكيا آخرهم جو بايدن الذي سيحضر إلى جانب السيدة الأولى جيل بايدن وبسبب القيود المفروضة على أحجام الوفود من المستبعد حضور رؤساء سابقين مثل دونالد شامب كما أنه من المتوقع حضور جميع قادة دول الكومنولف والتي كانت الملكة في منصب الرئيسة لها رئيس الوزراء الأسترالي ورئيس الوزراء الكندي ورئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أردرين أكدوا حضورهم ومن المتوقع أيضا أن يشارك في الجنازة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمقابل لم تتم دعوة أي ممثلا من روسيا أو بيلاروسيا أو ماينمار وذلك على إثر انهيار العلاقات الدبلوماسية بين لندن وموسكو منذ غزو أوكرانيا كما قالت مصادر في الحكومة الإيرانية أنها ستشارك على مستوى السفراء ومن غير المعلوم حتى وقت إعداد هذه الحلقة من تريندينج إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحاكم دبي محمد بن راشد سيشاركان في الجنازة الملكية اشتركوا في القناة